آي باسو أكثر شركة حبها تنتج معدات صوت وأسم غني عن التعريف جربت عدد لا بأس فيه من منتجاتهم وأثق فيهم بشكل كبير جدا يكفيني أنهم منتجين الآي باسو الدي اكس 170 مشغل موسيقى اللي هو جهازي الرئيسي وأيضا منتجين الدي اكس 300 الأسطورة في عالم الصوتيات والمصدار الجديد منه الدي اكس 320 بداكات روم ولو أعدد منتجاتهم ما خلصت لأن يوم عندنا مراجعة الجهاز الجديد من عندهم وصار لفترة استخدمه وصرت أعتمد عليه بشكل كبير وهو دونجل أو داك آمب دونجل موديل DC04 برو تابع معناها المراجعة وتعرف عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني واخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات عذرونا عن المقدمة الطويلة شوي لكن هالشركة لها مكانة كبيرة عندي مع أني ما سبق وراجعت أي جهاز لهم أو منتج وهذا يعتبر الأول بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة ومحتوياتها هذا شكل العلبة من الأمام ومن الخلف وهذا شكل الجهاز وهذه محتويات العلبة طبعا فيها كيبل من تايب سي إلى تايب سي وأدابتر من تايب سي إلى تايب اي والجهاز نفسه هذا شكله من قريب هذا مكتوب عليه الموديل وجودة الصوت اللي يدعمها بنتكلم عنه إن شاء الله بعد شوي الجهاز مصنوع من قطعة من المعدن الواجهة والخلفية مغطة بطبقة من الزجاج من الخلف فيها مدخل أو منفع مدخل اليو اس بي تايب سي عشان ندخل الصوت معه والمخارج فيه اثنين 3.5 Unbalanced و 4.4 Balanced الجهاز سعره 119 دولار ننتقل المواصفات يجي فيه شريحتين داك من موديل CS431 الامب فيه شريحتين من نوع RT6863 ترددات الصوت المدعومة عليه من 20 هيرتز إلى 40 ألف هيرتز منافذ الأوتبوت تكلمنا عنها قبله شوي 3.5 و 4.4 جودة الصوت اللي يدعمها الPCM اللي هي الفلاك Mp3 Wave هذولي إلى 32 بيت على 384 كيلو هيرتز الDSD يدعم إلى DSD 256 الطاقة اللي طلعها الجهاز بالملواط 280 ملواط على 32 أوم أما الطاقة اللي طلعها بالVRMS على مقاومة 32 أوم بيعطيك 3 VRMS وعلى مقاومة 300 أوم بيعطيك 4 VRMS الجهاز يجي فيه شريحة FPGA أو مستخدمين فيه شريحة FPGA يدعم إلى مقاومة 300 أوم الداينامك رينج فيه 128 الأوتبوت إمبيدينس إذا على منفذ 4.4 بيعطيك 0.4 أوم وإذا على 3.5 بيعطيك 0.2 أوم الجهاز يجي للتطبيق أكيد على الأندرويد لكن الآي او اس ما أدري عنه اسم البرنامج آي باسو يو اي سي هذه واجهة ظاهرها لكم الآن مثل ما تشوفون يطلع لك بيانات الجهاز أصدار الفيرموير الموجود على شريحة FPGA التحكم في مستوى الصوت التحكم في البالانس الفلاتر وهذه بتكلم عنها بعد شوي وعندك تختار القين تبغى لو أو هاي الأوتبوت تبغى التيربو إذا فعلت التيربو معناتها بتشتغل معك شرائح الآن بالثنتين إذا ما فعلته بتكون شريحة وحدة وهي اللي تكون في الإيكو مود طبعا الإيكو هادي الفرق بينها إذا كنت موصلة على جوال حطيتها على الإيكو مود أو الوضع الاقتصادي بيكون قليل استهلاكه للطاقة إذا حاب توفر بطارية جوالك عندك الديجيتال فلتر أبتكلم عن هذا اللي وأنا حاط اللي هو نو اس معناته نو أوفر سامبلينج وهو اللي أنا أفضله دائما مع أن عليه ملاحظات بتكلم عنها كتر شوي في فقرة الملاحظات إن شاء الله ننتقل للخصائص التقنية التوقيع الصوتي على حسب الفلتر اللي أنت مختاره إذا مختار النوز أو النو اس بيعطيك محايد تماما إذا غيره بيعطيك محايد فيه لمسة دفع خفيفة جدا تضيف السموثنس خفيف على الصوت بس إنه ما يسبب تلوين أو كولورينج للصوت أو يغير في طبيعته الساوند ستيج ممتاز سواء عرض أو ارتفاع أو عم طبعا هذا كلب مقاييس الدونجلز أعتقد إنه هو الأفضل بينها بشرط إنك تكون نفعل فلتر الـ NOS اللييرينج ممتاز الإميجينج ما لاحظت ذاك التأثير تقريبا الاعتماد كله على السماعة وجودتها في تحديد اتجاهة الأصوات السيبوريشن أكيد إن السماعة عنصر أساسي وصراحة إنه كان ممتاز على الدونجل يعني ما لاحظت عليه أي شيء إنه أثر على السماعة إبرازها للتفاصيل ممتاز جدا واحد من أقوى الجهيزة اللي مرت عليه في اللي تبرز لك التفاصيل بدون لا يكون فيها حدة أو سطوع طبعا بشرط إنك تكون فعل خيار الـ NOS أو فلتر الـ NOS الـ Clarity والResolution ممتازين جدا وهذا طبيعي على أي مصدر يملك نفس التوقيع الصوتي الـ Dynamics ممتازة جدا ولا حسيت بأي نقص فيها الـ NOS مع السماعات على حسب الفلتر اللي أنت مختاره إذا كان الفلتر رقب 5 اللي هو الـ NOS مع السماعات الحساسة جدا مثل الـ Andromeda تسمع نويز إذا ما كنت مشغل شيء إذا شغلت أي مقطع ما راح تلاحظ يعني وجود الـ NOS بالنسبة للباقي السماعات حتى لو كنفعل هذا الخيار أو الفلتر الـ NOS صفر حرفيا فيها مثله مثل باقي الفلاتر يعني حرفيا صفر حتى على السماعات الحساسة وتقدر تعلها الإشكالية أصلا مجرد أنك تاخذ بلق حق رفع مقاومة وراح تنتهي معك المشكلة الباس يصير للتغيير طفيف جدا إذا كنت تستخدم الفلاتر من 1 إلى 4 تغيير تحس بزيادة بسيطة جدا في دفع الصوت ما راح يزيد لك كمية الباس ولا هذي لا بيزيد لك دفع الصوت بس بيعطيه ميوزيكاليتي أعلى أما الفلتر الرقم 5 اللي هو النوز بيعطيك نفس استجابة سماعتك أنا جربت عليه السماعتين في عملية سوايب إن والنتيجة كانت كالتالي على الأندروميدا 2020 أعطاني امتداد إلى 18 هيرتز وبالـ AKG N500 أعطاني إلى 15 هيرتز ومثل ما تشوفون دام التجاوز أو وصل معي لحد 20 هيرتز يبقى وضع التماء مثل أغلب الأجهزة اللي هذا توقيعها الصوت إنه نزل تحت هات تردد معناته إنه فيه شي مميز مع أنك كمستخدم يمكن ما تستفيد منه لكن في الاقتبارات أعتبرك كمييزة الميدز فيه لمسة دفع على الفلاتر اللي هي غير رقم 5 اللي يعطيك شي محايد بالنسبة للتريبل حتى هنا فلتر 5 محايد مثل ما هو موجود في سماعتك باقي الفلاتر تعطي سموتنس للتريبل ترفع الميزيكاليتي فيه بعد عملية سوايب على الفلتر 5 مع السماعتين نفسهم يعني على الأندروميدا سمعت إلى 19500 هذا على فلتر 5 اللي هو النوز الـ AKG N500 وصلت إلى 18500 أرقام خيالية على دونجلز تقريبا وصل لمرحلة الجهاز اللي هو DX170 في قوة امتداد التريبل باقي الفلاتر مع سماعة الأندروميدا والـ AKG 16000 يوقف ما عدا أسمع شي بعدها بصراحة نتيجة امتداد التريبل كانت صادمة بالنسبة لي معقولة جهاز بالسعر هذا عطاني امتداد في التريبل عجزت عنه تقريبا 95% من الأجهزة اللي جربتها شي نادر إنه يصير أصلا ملاحظاتي عندنا مواد التصنيع والجودة وجمال التصميم صراحة شي رهيب بس يبغالك كمستخدم تكون منتبه شوي للجهاز إنه مغطى بطبقة من الزجاج يمكن على الوجه والخلف يمكن مع أي طيحة تنكسر أو شي صحنا ما رح تأثر على الجهاز بس أنا بتشوه شكله وزن الجهاز بنقول معتدل لا خفيف ولا ثقيل طبعا قصدي من قيس الدونغلز أيضا الجهاز ما لاحظت فيه أي حرارة عالية يكون دافئ بعد تشغيل الساعة الطويلة أشوفه مناسب للاستخدام مع أغلب السماعات أقصد التواقع الصوتية للسماعات لأن الجهاز يعطيك أفضل خيارات الداكات من ناحية الصوت على فلتر يعطيك محايد تماما وعلى الثاني يعطيك لمسة دفئ حتى لو كانت بسيطة بس نيعطيك إياها مثل ما قلت هذا نادر جدا كتحصل في جهاز واحد قدرتها على تشغيل السماعات جميع سماعات الـ AIM بيشغلها لك بدون تفكير أغلب سماعات الهيدفونز أيضا بيشغلها لك أنا جربت عليها الفيو FT3 اللي هي تجي 350 أوم وجربت عليها الدان كلارك Aion Closed X وكل الثنتين شغلهم بالراحة الدان كلارك حتى كنتم وصلة على منفذ 3.5 ومشغلها لي على قولتهم يعني بكامل طاقتها الجهاز مستخدمين فيه شريحة FPGA للي عرفها طبعا بس ما هي مثل بس ما استخدمت كداك مثل أجهزة كورت مثل موجو 2 إلى آخر الفيلتر رقم خمسة اللي هو النوز هو اختصار No Oversampling وضيفته بالاختصار اللي هو Digital To Analog Converter Without An Oversampling بحط لكم رابط المقالة يتكلم عنها يتكلم عن هذه النوز اللي No Oversampling بشكل مفصل اللي حاب يعرفها كثيرا لأنه قليل جدا أنك تحصل الميزة هذفة لأجهزة منحسن حافظي أنه موجود في هالجهاز وفي DX170 من نفس الشركة الجهاز أيضا متسامح نوعا ما مع جودة التسجيلات اللي هي على الفلاتر من 1 إلى 4 على 5 هلاء تزيد شوي كشفه للعيوب أخو وخلنقل كشفه للتفاصيل قبل لا نختم هل أنصح بشراء هاد دونجل من وجهتنا فري في النطاق السعري إلى خلنقل 200 دولار ما أعتقدم فيه جهاز يتفوق عليه طبعا بناءا على الجهزة اللي جربتها يكفيني أن فيه خيار أن نو أوفر سامبلينج اللي هو النوز في الشريحة FPGA قد يعتبر من الفئة العليا ما هو الأعلى ما هو الفلاقشب لكنه يعتبر من الفئة العليا الشركة سيريس نوجيك وشرائح آمب تعتبر جيدة جدا هالأشياء ما قدت تجمعت في دونجل أنا أعرفها فبكل تأكيد أني أنصح فيه وبهنا نكون وصلنا نهاية هذه المراجعة تقبلوا خالص تحية أخوكم نهاية